في مقال يكشف خطورة المخطط الإسرائيلي في قطاع غزة بقلم وزيرة الاستخبارات في حكومة نيتنياهو جيلا جامليل والذي نشرت صحيفة جيريزلوم بوست حيث تضمن تفاصيل خطيرة ومثيرة في نفس الوقت جامليل ذكرت في مقالها أنها ترفض مساعي المجتمع الدولي بإعادة السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة إذ ترى أن هذا المشروع فشل في الماضي وسيفشل مرة أخرى وأردفت أن السلطة الفلسطينية ليس لها أيديولوجية مختلفة عن حماس ليس هذا وحسب فجامليل ذهبت في مقالها المتطرف إلى أبعد من مجرد القضاء على حماس حيث أكدت أن قطاع غزة أرض خصبة للتطرف ومكانا خال من الأمل ويسيطر عليه زعماء الإبادة الجماعية في إشارة صريحة إلى حماس والجهاد الإسلامي لم تكتفي وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية عند هذا الحد وإنما دعت إلى إعادة توطين للفلسطينيين خارج قطاع غزة وقالت إنه من المهم أن تتاح هذه الفرصة لأولئك الذين يبحثون عن حياة في مكان آخر في تحذير صريح أنه لمكان آمنا لأصحاب الأرض المحتلة على أرضهم أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع تطالب غامليل بتهجيرهم أو بمعنى أصح بطردهم إلى دول غربية ما يتيح لسلطات الاحتلال إكمال مشروعها الاستيطاني المبدئي والذي سيكون نقطة البداية نحو تحقيق المشروع الإسرائيلي الأخطر في إنشاء حلمه بدولته المنشودة من النهر إلى البحر